الشعر من أهم مظاهر الجمال مش بس للستات فقدان الشعر للرجالة كمان مشكلة كبيرة على مستوى العالم بيعاني حوالي 60% من الرجال من شكل من أشكال تساقط الشعر وتساقط الشعر بيعمل مشاكل نفسية والمشاكل النفسية بتعمل تساقط شعر غير كمية كبيرة من الأسباب المرضية والوراثية لفقدان الشعر للرجال وفقاً للمكتبة الطبية الوطنية الأمريكية أكتر من 50% من الرجال فوق سن الخمسين بيتأثروا بنمط الصلع الذكوري بدرجات متفوتة ومن الدراسة دي نقدر نستنتج قد إيه النسبة الكبيرة من الرجالة اللي معرضين للصلع ولو بدرجات وأوقات مختلفة من عمرهم أهلاً بكم حاتة الفيشيا السيركل أو حاتة الدايرة المفرغة لأن الإنسان يفقت شعر فيتدايق فيكتائب فيفقت شعر أكتر فيزعل فيكتائب فيفقت شعر أكتر دي دايرة من أشهر الدواير اللي هي بتحصل في الطب يعني إيه دايرة مفرغة يعني الإنسان يحصل له المشكلة فتؤدي إلى مشكلة فالمشكلة تزود المشكلة فيه حاجات في الطب في البطنة ليها علاقة كبيرة جدا بفقت الشعر يعني قصور الغدى الدراقية من الحاجات اللي تخليني أفكر جداً فيه رابط على فكرة من ضعف الإبصار وفيه من فقد الشعر في المنطقة الأمامية رابط كده طويل مش مهمة أعرفه تفاصيله بس فقد الشعر في المنطقة الأمامية من الجبهة من الرأس له علاقة بقصر النظر كمان الأورام السرطانية ربنا يعافي الناس والعلاج الكيماوي ربنا يعافي الناس كمان الاكتئاب هو نفسه قد يكون بداية المشكلة أو في منطقة منها يعني الحكاية حصلت ففقد الشعر حصل فساعتك اكتئبت ففقد الشعر زاد عادي أو ساعتك طبعاً البنات بالزاد كمان التهابات فروت الرأس كمان شد الشعر تكيوس المبايد عند الستات شد الشعر الجنوني أو اللي بنسميه احنا هي لها اسم مشهور قوي اللي هي ترايكوتيلومانيا يعني اللي هي مانيا ده جنون مش جنون هي بيبقى حالة نفسية توتر عصبي بيجي للبنات قوي كتير قوي في أيام الامتحانات يقعدوا يشدوا في شعرهم خصوصاً بلاد الطب بلاد كلية الطب ده بجد حياة تانية كتير طبعاً السابغات والبيبيليس والحركات بقى بتاعت الشعر دي كل ده موجود وحوار مخيف جداً جداً لكن خلينا اقول لكم ان تساقط الشعر منطقة علمية مهمة جداً المخيف بقى ان بعض الناس غير الطبيين غير الأطباء بيتكلموا ده شيء مخيف جداً ان حد مش دكتور يتكلم في الطب فدي الوحدة عايزة قاعدة وحلقة ان غير الأطباء يتكلموا في الطب دي كرسة تعالوا النهاردة نرحب بضيفتي العزيزة اسمه المتميز للغاية وطبعاً النهاردة اكيد هتبهرنا بحوار علمي على أرقم وساوم وفاجأات كتير النهاردة تطور التكنولوجي في عالم الدواء الخاص بالشعر ده شيء مهم جداً هنسمعوا النهاردة من ضيفتي العزيزة الاسم اللامع والاسم القدير في هذا المجال الأستاذ الدكتورة هيبة فاروق استشاري الأمراض الجلدية واستشاري الليزر وجراحات الجلدية الزمالة المصرية للأمراض الجلدية صاحبت البرد العرب الأمراض الجلدية وصاحبت دبلومة الليزر من مركز القوم الليزر أهلاً بيك دكتور عام منوراني وسعيد جداً بهذه السيارة هايزة بدأ الأول الشعر له أسباب نفسية صح؟ وأسباب عضوية طب نلم الأسباب كده خصوصاً نقوم دخلين في بعض تمام هو لو هنبصل للفروة الأول لو هي healthy scalp يعني أنا بصيت لقيت الفروة ومفيش فيها أي مشكلة هبدأ أبص بقى على الأسباب الجسدية أول حاجة مثلاً لو إحنا زي ما حرتك قلت واحدة مثلاً لسه خارجة من pregnancy مثلاً لسه جايبة بيبي خلال أربع لستة شهور من الولادة دي لازم تخش في حاجة اسمها تساقط شعر كربي ده طبيعي إحنا بنعمل لها هنا assurance بس أنا عرفت إلى حد ما السبب تاني حاجة أنه بيبي مثلاً في أول سنة شعره بيقع فممتو جاي قلقينة أنا حقول لها ده فيسيولوجيكاً لأن ده تساقط شعر كربي فيسيولوجيكاً إحنا كده طلعنا من السبب الفيسيولوجي هنخش بقى زي ما حردك أشرت للأسباب بتاعة الغدد الهايبو والهايبرثيروديزم اللي هو نقص وزيادة الغدد الضرقية اللي اتنين يعملوا إيفن الدواء بتاع الغدد الضرقية اللي هو الانتيثيرويد كله بيعمل يعني هيرلوس يبقى إحنا كده عندنا كل مشاكل الكوشنج اللي هو الترابط الغدد الفوق كذرية معظمها بيعمل هيرلوس الكذرية اللي هي فوق كلاوي ده حقيق ده معظمها بيعمل هيرلوس العيانة بتبقى جاية وبيز وكوشنويد وعمالها بتلف وشعرها بيقع ليه بقى أكتشف أنها عمريدة زئبة وبتاخد استيرويد بقى لها كتير جداً والاستيرويد عمل لها هيرلوس أو هي أصلاً الزئبة اللي عملت لها هيرلوس يبقى إذن إحنا ممكن نقسم أنه فيه التهابات بتعمل تساقط شعر فيه أمراض جسدية زي الأمراض المزمنة الضغط العالي السكر التصلب الشريين كل ده بيعمل فيدباك أنه بيعمل كرونيك هيرلوس العيانة عملها بتنزف شعر وهي مش حاسة فبتوصل أنه حصل فجأة هي مش حاسة ويعني ده من الأسباب الجنرل عيانة طلع من عملية سليف كبيرة يعني اللي هي عملة تحويل باي باس عملة شايلة جزء من معدتها بتخشوا بعد شوية في زينك ديفيشنسي في آيرن ديفيشنسي يعني بتفتل معظم الفايتاموس نقص زينك ونقص آيرن الدكتور بيقول لها الأورسين دول خديهم باستمرار وهي حسة ناعة كويسة اللي ستور بتاعها لست كويس وبعدين وقفتهم أو بتخدهم بشكل غير منتظم نيجي ندور في الحيستوري هنا 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 مفيش عيانة تانية سيفيرلي ديفيشنط في الآيرن اللي هو هيموجلوبينها كويس جدا هي نور مو ده نقص شديد في الحديد اللي هو أنيميا نقص الحديد نحلل هيموجلوبين نلاقي هيموجلوبين زي الفل فيش فيه مشاكل بس في الطبيعي نحلل الفيريتين نلاقي الفيريتين أقل من 70 مل جرام لكل دي سي قل هو كرات دم بتلف بس مش شايلة الحامل أو الناقل أو المخزن للحديد فطبيعي أن الحديد أو الدم ده ديفشنط مش قادر يمنتين الدورة الدموية دي فالإجمال الموضوع هنقول أن نحن عندنا باترن يعني شعر واخد شكل ونون باترن أو ديفيوز بيقع من كل حتة الديفيوز اللي بيقع من كل حتة ده غالباً الكورابي الكورابي ده يا إما فيسيولوجي يا إما سيستاميك أسباب في الغضة الدرقية عندي مريدة ضغط سكر طلع من ميجور أوبريشن أو من ميجور ترومة ميجور ترومة يعني طلعت من حدثة ونفسيتي تعبانة زي ما حررتك قلت أنا سترسفول جدا أنا طول الوقت عمالة مفيش مفيش باخد أنتي دي بريسنت أدوية ده حقيقي أنا مثلا باخد بعالج أكني بعالج حب شباب والدكتورة داتني أورس ريتينويد كبير جدا اللي هو الأيزوت ريتينويد ده بيعمل تلزنقوف لوفيا بعد ست شهور شعري بيقع فلما تيجي تقول لي لازم أعملها أشورنس وقلها ده يطلع بعد شوي طيب أدوية تانية الأنتي ثيرويد زي ما قلت لحررتك وأهم وعباب قول وبالدات الغد أنا عايزين يكلم عربي عشان الناس تفهمني حاضر الأنتي ميتابولايت اللي هي بتتاخد في حالات السرطانوت دي بتعمل حاجة كبيرة جدا في الشعر اسمها الأنجين إفلوفيوم يعني يعني الكيموثيراب يخليها تقع فبقى ديستروفيك أنجين يعني الجز رباز ده تختلف عن التلجين إفلوفيوم التلجين هو كرونيك يعني التلجين الشعرية بتقع وهي التلجين روت لا التلجين إفلوفيوم يا الروت تلجين الروت رفع وده معايده يقع بس بيقع كتير اكسيسف شيدنج إنما في الأنجين ده مش معايده هو لسه في الاتنين لستة سنين بس بيقع باندري مع الانتي ميتابلايت كلها أو علي مريضة روماتويد بتاخد ميسوتريكسيت عيان تاني عند صدفية بياخد سايكل اسبورين فيه أدوية معينة بتعمل اللي هو الأنجين إفلوفيوم عيان خد رادياشن عنده واتسو إيفر أي حاجة هنا ياخد رادياشن يخش في الأنجين إفلوفيوم الشعرية بتقع وهي كملة الجزر فده أنجين إفلوفيوم ده كارثة طبعا ده كارثة كبيرة طبعا بس على فكرة للأسف بيرفضوا العلاج الكيماوي عشان شعارفهم آه على فكرة دي كتبت في جملة في سيناريو في فيلم دلالة على حدوثها في المجتمع يعني نقلنا على حدوثها في المجتمع فيلم ألف مبروك بس هو في ميزة هنا بنتمنهم إن الأنجين إفلوفيوم أحسن بروجنوزز فيهم يعني بيرجعتين الشعر كواس جدا ده حقيقي بصبورت خفيف جدا تلاقي لأن هي قريدي وقع في مرحلة النمو يعني هي ما عنداش مشكلة أصلا العيانة فإرجاعا للأسباب يبقى إحنا قلنا يا الشعر واخد شكل وهو بيقع زي مريد الثعلبة زي مريد غير مريد الثعلبة مريد الصلع الوروثي بيبقى واخد شكل برضو معين لو باترن دول بيبقوا واحدين باترن فبنيجي مشخصينهم عيانة اللي حالتك قلت عليها اللي هو تراجع المنبت اللي هو الفرونتال فيبروزينج اللي بيش تلاقي العيانة مريد سايرويد أو لا جفنها أو حجبها بيقع عندها حكام حباية في وشها مع التلايف ده ده نوع من أنواع اللايكم بلانوبيلاريس اللي هو الحزاز الحزاز المصطح ده حقيقي الحزاز بيعمل شكل معين فأنا مش محتاج أخذ هاستري ممكن أخذ أعينة جلد ممكن مثلا أشاك عليها واشوفها ديرمسكوب إنما هي الباترن بتوفر كتير الديفيوز اللي بيبقى محير شوي إنه الصلع الوروثي بعد شوي بيتحاول من باترن لديفيوز يعني من حتة صغيرة لكل شعري بيقع إن أنا أكبر السيناليتي عامل العمر بيرفع الشعراية المال نيتريشن ده بيعمل دفيوز التلجين أوفلوفيان بيعمل دفيوز الأنجين أوفلوفيان بيعمل دفيوز كل ده بيعمل دفيوز حلو مراحل نمو الشعر الناس عارفاها بص مراحل نمو الشعر دي تتدرس عشان فيها عجب ربنا الشعر لو السولاتري ريز ما عملت زي الساعة ربنا ما عملش كل شعرنا يقع مع بعضه ويطلع مع بعضه عمل كل شعراي على حدة فطور معين من النمو تسعين في المية من شعري ده بيبقى في مرحلة الإنبات أو الجراث أو بنقول عليها الأنجين فيز دي عند الناس اللي هي العروق أو الأجناس اللي بتبقى شعرها طويل ونعم زي الهنود والناس دي تبقى طويل أبتو أيت يورس لغاية ثمان سنين ثمان سنين ياش عندنا إحنا كمصريين ثمان شهور شعرنا مقصوف ثمان شهور سنة وصلت لسنة آه سنة آه فمن واحد لثلاث سنين منقول ده الأنجين بعد كده الشعر بيخش في راستينج فيز اللي هي بتفضل ثلاثة ويكس ثلاثة أسابيع اللي هي الكاتاجين فيز في الكاتاجين فيز بيحصل إنه الكيراتين وصيد حوالين الشعرية بتبدأ دنقابط زي محررتك شايف والشعرية تفصل عن الدرمة البابلي اللي هو اللي فيها الجزر فيقوم يحصل إيه فيقوم يحصل إنه الشعرية بتجهز خلاص عشان تقع بعد كده التالجين فيز اللي هي عشرة في المائة من الشعر دي بتفضل ثلاثة شهور شعري بيقع فالعيانة تيجي تقوللي أنا شعري بيقع بقى له شهرين ثلاثة قلها طبيعية إحنا نقلق إمتى لو زاد عن ست شهور حلو ده المراحل بتاعت النمو الأسباب التانية بقى العاجات التانية اللي ممكن الناس تتصرف فيها بتؤدي لفقت الشعر إنه مثلا أنا عندي إجزيمة دهنية في فروط راسي وراح أشتري زيت مثلا عشان فلان بيروج لي زيت أو إنه حد مش طبيب أو مش طبيب أمراض جلدية وقال لي لا والله ده البروداكت ده حلو جدا إنت عندك إجزيمة فروحتي حطيتي زيت على زيت فشعرك وقع إنه أنا مثلا يكون عندي بعمل حاجات غلط بحط هير دايز بعمل يعني بحط سبغات وبحط وبطول الوقت بعمل بي بي ليس وسشوار ومعرفش إيه كل الحاجات دي بتوقع شعر بس بميكانيزم غير الجزر بتوقع إن هي بتأثر على الشافت يعني بتخلي الخصلة نفسها ضعيفة جدا تتمسك تتكسر كده على الإيد أو من غير حتى فطبيعي جدا إن هي توقع فكل الممارسات الخطوة فلانا قالتلي اللوشن ده حلو فحجيبه فلانا قالتلي الشامبو ده كويس فحجيبه وهي أصلا في حين إن هي في الريتين ها قليل أو فيتامين دالها قليل أو هي عندها خلفت كذا مريو وما شيكتش أو عندها مشكلة بس هي مش عارفة في ناس كتير بتعتقد إنه في الحمل ورضاع الشعر بتأثر ده حقيقي في الحمل العيامة أو الحالة بتبقى باجة في هرمونز يعني هي في هرمونز كتير عشان ربنا يحفظ بيها على البيبي اللي جوه ده فالهرمونز دي بتعمل حاجة اسمها delayed anagen release يعني يعني الاناجن بتاعي لو معدو دلوقتي إن أنا هخلص اناجن وهوقع شعر يعني أنا النمو بتاعي خلاص وقف فهوقع الشعر ده فالهرمونز دي تخليني مش بوقع دلوقتي فطول الحمل شعري بيتقل وكل الستات المصري تقولك أنا شعري بيحلو جدا وانا عامل وبعدين بعد ما بتولد بيحصل حاجتين طبعا البوست بارتام اللي هي مرحلة الولادة هي بتفقد فيتامينات كتير مع النزيف اللي هي في مرحلة النفاس كمان البرولاكتين بتاعي الرضاعة ده سبب من ضمن الأسباب كمان إنه خلاص الاناجن ده خلص فلازم الشعر ديقه فبيقوم الشعر واقع فبعد ما تولد بأربعة لست شهور بتخش في حاجة اسمها فسيولوجي كلتلاجين أوفلوفيا اللي هو تساقط شعر ماكروب فسيولوجي لو هي عندها مشكلة زيادة يبقى مش فسيولوجي يبقى هي خلاص هتوقع أكتر عندها مشكلة أكبر وإحنا بنقرب شوية من المشكلة طب إيه العلاجات الأحدث دلوقتي في التعامل مع تساقط الشعر الشعر ده بقى مدرسة يعني فيه ترايكولوجي ناس بتتعامل بس في الشعر اللي هو إحنا تخصصنا لسبسبشيالتس في الأمراض الجلدية في عيادة بقى ترايكولوجي اللي هو يعني كأنه متخصص حضرتك إيه مش دكتور جلدية لا دكتور شعر بس من الجلدية مش هقوله أنا دكتور شعر يعني بس أقوله ترايكولوجي كده يعني ترجمة الحرفية اللي هو مثلا وتخصص في الشعر أوه أكون أكون بعمل أنا اللي بشخص يعني مثلا عيان الصلع الوروثي بيبان عليه علامات مغينة محدش يعرف يشوفها لترايكولوجي مش بحتاج بقى أعمله أي حاجة بعدها هو أنا بشوف حاجات في الفروة إنه شعر الترمنال التخين قل وبقى الشعر الفلس اللي هو الرفايع زيد وإنه بقى بيكحت كده يطلع دهون في إيديه ففي حاجات بتشخصني وأنا في العيادة هعمل إيه أول حاجة تأكد إن الجنرال كونديشن كويسة إن أنا ما عنديش مشكلة رأسية إن لازم أخد كارفول هاستري أسأل العيان ده أقوله أنت بتشوف شعر بيطلع معك ولا أنت فجأة كده بتبص على شعرك لقيت الفروة مكشوفة زيادة دي سكة ودي سكة تاني بعد ما هشوف وهتكلم معاه طبعا هاخد كل التاريخ بتاع الأدوية اللي أخدها حالته العام حالة دوغدة دو كل حاجة العمليات اللي عملها حتى ممكن يكون ناسي بس في حاجة حصلت عملت ده طب لو ما فيش حاجة حصلت عملت ده هنكشف بقى هنبص هنبص هنشوف لو هو صلع وراسي بيبقى له شكل لو هو تفاقد شعر كربي بيبقى له شكل واللي اتنين مختلفين تماما عن بعض ولكن في بينهم أوفرلاب يعني لو عيانة عندها صلع وراسي بس مضغوطة ونفسيتها تعبانة أو هو عنده استعداد بس نفسيته تعبانة بلاقي فيه هنا أوفرلاب أوفرلاب يعني ده بيساعد ده الاكتئاب بيساعد مشكلة الوراسي زي ما حرتك قلت الفشي السورة يبقى الإنسان عنده المصبطين مصيبة اكتئاب ومصيبة وراسي ده حقيق فيه مصيبة بينهم مالهاش علاج الوراسي هقطع علاقتي بأهلي لا يعني مش هنساهم يعني مش الجديد الملحوظ دلوقتي انه انا بيجي لي بنات صغيرين الموضوع بقى منتشر جدا عندها فيه ميل باترن عندها صلع وراسي من النوع الإنسوي ومع ذلك ما عندهاش فاميلي هستري أبدا ومتشخصة يعني فعلا عدد الشعر التخين قل معظم الشعر بيموت في مرحلة التلجن أو فيلا سهير فقد لونه فقد سمكه فقد كل حاجة والعيانة محتفظة بخط إمبات رئيسي وبره هنا أو جوه هنا في الورتكس آريا بدأ يخف وبدأ يحفل وسع في الخط وبدأ الشعر يرفع وفعلا فروتها مكشوفة ناخد كيرفل هستري نلاقي العيانة مثلا عندها تكايوسات مبايد ومش أيلالي أو أنا بص كلاني كلي ألاقي عندها شعر في مناطق اللي هي الأندروجين بيأثر فيها وهي مش أيلة أو مكسوفة تقول فاحنا هنا بنربط أو عندها حب شباب شديد جدا أنا هنا بربط ما بين تأثير الأندروجين فإنه بيين لها حاجات أندروجين اللي هو هورمون الزكور أوه بيين لها حاجات أنا شايفاها بعيني وما بين الحالة اللي عندها وبيبقى العلاج واحد أندروجين ريسبتور كومب يعني إنها بشن بقفل المستقبل ده خلاص بتلاقي الشعر بدأ ينبت تاني بتلاقي الشعر ده بدأ يضعف تاني ومعادش بيطلع جديد وهي البريد بتاعتها انتظمت وأمورها زي الفل دي الأسالين فيه أحدث البي أربي دور وإيه فيه أحدث من كده إحنا خلاص شخصنا هنبتدي بقى في الحاجات الموضوعية فيه المينوكسيديل بقى اللي هو ده تركيز 2 و 5 و 10 بعد المينوكسيديل طالع جديد اللي هو البروستانج لاندن أنا لوج اللي هو بينشط الدورة الدموية بتاعت الفروة فيه ناس بتستخدم الليذر ثيرابي فيه أنواع من الليذر بتعمل أسارة للبصيلات وبتدفيها وبتزود وطبعا فيه اللي هو البي أربي البي أربي معتمد دي الكدس اللي احنا بنكسب فيها البلازمة ثمان مرات تركيزها في الدم لأنه فيه ناس برضو غير أطباء بيعملوا البور بلازمة اللي هي البلازمة تبقى فقيرة جدا عيانة تقول لك أنا عملت بي أربي ومش حاسة أن أنا نبت ده لأنه فيه كدس معينة بتاخد وقته معين في الفصل وبتكسف البلازمة بشكل معين فبيبقى ده الحصل إن أنا باخد ريتش بلازمة فيها فعلا بذكولر بروس فاكتور بتتحقن في الشعر في المناطق اللي أفكتد وكمان المناطق التانية فبتحسن جدا بتعمل رستوريشن يعني عيانة من تالت جلسة بتحسن أنها بدأت تنبت وأمورها تمام يعني بتحسن لأن نتيجة استخدام كدس مناسبة مناسبة أو نقدر نروع عليها ستاندرد جيدة ده ستاندرد ومعمولة لتكسيف البلازمة ومش حاجات معمولة يعني تحت تحت السلف آه بس أنا يعني سأعيز أقول مقلدة حتى الكاتس بتاعت البلازمة تلوقتي بتعمل حاجات فيها مش جيدة ده حي وده بيفرق كتير جدا إن دي هتبقى فعلا بلازمة أو مش بلازمة حقيقة ده حي اه إيه تاني غير عندنا طبعا هي الفايبرو بلاست اللي احنا بنجيبها من النانو فات آه آه عشرة سنتي دهنة بس من بطن العيانة أندر لوكال أنسيزيا والدرماتولوجيست اللي بيعملها احنا بنعملها و بنحولها من فول فات لمايكرو فات بعد كده من مايكرو فات لنانو فات ده عن طريق الفلاتر فلاتر وبعد الفلاتر آه بتتحول لليكود سايل زي الدم بالزبط بنحقينها الحقيقة دي بقى بتجيب مورفلوس يعني نتائج رهيبة بذيك ايه ده ده حقيقي لأن فيها فاسكولار انتسيليا الجروس فاكتور مينجلي ده عضو يعني مكون من مكونات الدهن وأن الدهن ده اللي ستور بتاع الاستمسل يعني هو المخزن اللي احنا بنخزن فيه كل الخلية الجزعية وطبعا عندنا كمان اللي هو الكنيكتف تشو استمسل ده بنش بايوبسي صغير كده من وراء الودان حتى خزعة جلدية وبنحللها بشكل معين بنطلع منها الاستمسل وبتتحقن مرة كل سنتين في الشعر كل ده عشان هي دي الاستمسل وهي بتانتجريت أو بتتداخل مع الخلايا اللي موجودة الحقيقة دي بتبقى كويسة جدا كل ده ممكن يتعمل مع بعضه كومبيينيات السيرابي يعني ممكن أجمع أكتر مسلوب علاجي ولا بناء واحدة حسب العيان هو بيشن تسيلكشن يعني أنا مثلا لو عندي عيان ميل راجل وعايز بس يأخر الحكاية ووقته مش بيسمع هو عايز مانوفر واحد ده ممكن نعمله انه نفاته ويبقى كويس جدا وممكن نعمله كونكتف تشو استمسل كويس جدا إنما احنا بنمشي ستاب لادر يعني احنا بنبدأ مع العيانة ستاب لادر درجة درجة هي حصت انها متحسنة بلاش نكلفها أكتر وبلاش نعمل حاجة انفيزف أكتر وإحنا ممكن نعمل حاجة انفيزف أقل دي الصورة الأولية دي والحالة بتوسع اللي هو الخط بيوسع ومحتفزة بخط انباتها الرئيسي يصلي دي علامة مهمة جدا الصورة اللي تحت بعدها مثلا بجلستين تقريبا كان بينهم شهر الولد اللي فوق كان برضو بداية صلعة من النوع الذكوري يعني الخط بيرجع لأن الستة عكس الراجع الستة بتحتفز دايما بالفرونتال لاين بتاعها في الصلعة الوراسية الخط الأمان أه أول حاجة بتقع في الراجل هي منباته يسح دي أول جري فاتحسن جدا بعد ده حد مرة أو مرتين يمكن أقلم الحالة دي أه وعنا بنعمل العلاجات وعنا بنعالج الشعر الشمبول المستخدم هيكون إيه أكوردي يعني احنا بنقسم على حسب الحالة بس طبعا موظم الحالات دي يعني دي حالة صلعة وراوسي برضو تحت ودي بعد جلسة واحدة بس جلسة واحدة استمثل اللي أنا بقول حالتك عليها العيانة دي كانت من لي عمالها بتلف وهي عندها إجزيمة دهنية في الفرو فأنا كده لازم عالج الفرو ومع ذلك أدي حاجة ترتب فطبعا بيوني ك عاملة ديرمو ثوثين شامبو أنا ممكن أدي للعيانة كل العلاجات الألقح البازد وطوبك الاسترويد وكل حاجات واستخدم لها ديرمو ثوثين شامبو الحقيقة هيبقى جميل جدا ديرمو إيه؟ ديرمو ثوثين شامبو واند ماسك هم عاملين كار كده كات مع بعضها إنه شامبو بيرتب ومن غير ما يدحن إن الفرو دي حاجة مهمة جدا تحلو قوي ده ده حلو جدا وبعد دي ماسك وفكرة الماسك دي إنوفاتف تكنولوجي يعني مش كل الناس بتعملها إنه الماسك بتعمل وانس برا ويك وفي الحالات الجفة قوي بتعمل توايس برا ويك مراتين في الأسبوع ده هو اسمه كده هير ماسك هير ماسك هم إنوفاتف في الموضوع ده يعني هم مفيش ناس كتير عاملاء هو بيتعمل مرة في الأسبوع من 3 إلى 7 دقايق على حسب قوة شعر العيانة لو شعرها قوي بنحط لو شعرها ضعيف ولوز وبيطلع بيتقلل بس جدا بيطر يعني لو حط أي حاجة إيرتنت ولو حط حاجات من اللي فيها كافيين وسوبل ميتو وكابشيسين والحاجات اللي بتحرق الفرو دي ده بيرطبها جدا حقيقة بحبه قوي لأ بيونك بفكرة أحييهم يعني هي بيفكروا تفكير دايما خارج السندوق ودايما الفكرة اللي فيها بيزك علمي دي فكرة بتركني أنا شخصية أنا بحب جدا أفكار العلمية يعني مش التجارية أنا عايزة أعمل حاجة علمية فالماسك أعتقد فكرة علمية يعني قريبة جدا من نتخدم كمان وبتغزي الإسكال وأحسن من الكنداشنر في فكرة أنه أنتي مش مضطرة تعمليه كتير واللونج أفكت بتاعه أنه هو قد إيه بيغلف الشعرية طول الأسبوع فمحسسك بالبروتكشن فترات طويلة يعني ده من أحد يعني دي الأمبولات دي دي أمبولات ولا فيوبان؟ لا ده الشامبو والماسك دول كده للغسيل للناس اللي عندها إجزيمة دهنية عندها صدفية ومنشفة شعرها جدا لحالات الصلع الوراثي وتسقط الشعر الكربي اللي بيبقى عندهم إجزيمة وشعرهم ناشفة ما هو الدهون دي كانت بتمشي الطري للوقت هي بتكتم هنا بتوقع والشعر بيجف فهم عميين تكنولوجي نحن نطري من غير من دهنن ودي حكوة يسف؟ فيه أمبولات بتتحط معا؟ الأمبولات دي بقى قصة يعني هي فيها مواد من للشعر اللي برفع ده اللي هي بتلحقه في المرحلة دي اللي هي لحالات التلجين أوفلوفيام والمتقدمة أو يعني أول الدرجة كده في الصلع الأنسوي المفروض إنها شغلة من لي على مضادات الأكسادة يعني هي فيها أنتي أكسدن فيها زينك فيها مواد بتعمل أكتيفاشن اللي هو البايوستيمول المواد اللي هي بتثير الفاروة بتزود الأنجيوجينيسيز من غير ما تعتمد عليها الأمبولات دي اسمها إيه؟ جوني كاب من وومن جوني كاب برضو دي غير الدرموثوثينج دي غير الدرموثوثينج دي حاجة تانية إضافية هم عمليم بروغرام كده للهير يعني بتبتدي من أول اللص فأنت بتدي جوني كاب من وومن بعد كده عندك الكتس للشعر الدراي وعندك كتس للشعر الرفيع بتتخن الشعر فبتحسنه جدا الميزة الميزة إنه الومن الجوني كاب وومن سيف جدا في البرجنانسي واللاكتيشن يعني مش بتأثر خالص ما بتأثرش خالص في الحمل ده شيء مهم جدا وفي اللاكتيشن كابان سيف جدا وبتقلل لها التلج نقوف لوفيا ما اللي بيحصل في الرضاع ده مهم من الست الحمل لأنه ما تتأثرش ست في الرضاعة ما تتأثرش فده برتوكول جمعي متميز للغاية بالنسبة لفقد الشعر أنت نورتين النهاردة بحوار علمي راقي جدا أكيد الشعر موضوع معاقد الغاية ضيفاتي العزيزة لسوة الدكتورة هيبة فاروق استشاري الأمراض الجلدية واستشاري الليزر وصاحبة الزمالة المصرية الأمراض الجلدية والبرد العربية الأمراض الجلدية نورتيني وشرفتيني وسعيد جدا بنا أحليك دكتور أي خلي بالكم الشعرك وما تشدوش شعرك جامد جدا وخلي بالكم الاكتئاب الاكتئاب من العمل الخطيرة جدا في عالم الشعر خليكم ريئين رحب الناس ريئة أو الشعر يحب الناس ريئة خليكم دايما بعض دكتور